عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِي قَالَ قَالَ لِي أَبُوْ جَعْفَرَ إِمَامُنَا الْبَاقِرُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّمَا يَعْبُدُ اللَّهَ مَنْ يَعْرِفُ اللَّهِ فَأَمَّا مَنْ لَا يَعْرِفُ اللَّهَ فَإِنَّمَا يَعْبُدُهُ هَكَذَا ضَلَالًا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكُ فَمَا مَعْرِفَةُ اللَّهِ قَالَ تَصْدِيقُ اللَّهِ عَزَّ وَجَالِ وَتَصْدِيقُ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَمُوَالَاتُ عَلِيًّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْإِئْتِمَامُ بِهِ وَبِأَئِمَّةِ الْهُدَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَالْبَرَاءَةُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَدُوِّهِمْ هكذا يُعْرَفُ اللَّهُ عَزَّ وَجَالِ